شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسم ومن كان مريضا أو ألا سفر فإدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الأسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وإصحابه ومن لا بدعواته إلى أن تقوم الدين أبحث محاسو جرماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم 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 كان يكن وضع yelled at أنت ورأت مكيفة وعلى أعطي جزء أمن هذا اصعير مالأيو لسنة صاغ أنه الإبادة مالأيو لسنة عبادة مالأيو كيف سوف يمكنك مالأو إِنَّ اللَّهِ حِبُّ الَّذِينَ يُقَاجِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُ الْبُنْيَانُ مُوْسُسُّا الله يناس وقت يبداً الوقت يبداً لكن أصنع قرار كباباً لأنني قرار نفسه عنه يعني نفسه أية واثناء شرم فنسر هكذا جعلنا كون نصرة كون شهادة الله ينسل لكم وهكا سوما لا يقصونها سهم ومصورة سوما أنا تورس وجنيات سوما سياكم عدد إنسان الله تعالى لقل نصركم الله ببدر وعنتم الزلة فاتقوا الله لأنكم تشكرون فقول للمؤمنين ألن يكفيكم أي من تكون ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة من ذل بلا إن تسبلوا وتتقوا فأتوكم مكفوركم هذا لمددكم ربكم لخمسة آلاف من الملائكة مسوّلين وما تعالى الله إلا بشور لكم وأتقوم إن قلوبكم لي ومن نصر إلا من إندي الله العزيز الحكيم تكلمون على الإمران الله تباركه وتعالى هي حقيقة ألا ياتي مدفق ويابا وقل نصر أياكم دا أكينا بدل صبو دا أياكم بدل ربكم ألا يتكلمون بلايكة نعم إن نتترج wondering على مقأ ل لدينا أيضا الجارة المتعomin أضبنا ی réflدم کیون عندما يفترض من terms الحياة في رغلون و تعليقها ترجمة نانسي قنقر مرحلة أنت في كل مجددا، وادرى أن أتفايا تجربة فهذا لماذا تفعل فيها؟ المجدد في أي عدد لدينا جديد سعيد أن أكون قوميًا لدينا مجددا الأولى أنه يفعل مثلاً ثم السلسة الأولى سعيد أن أكون قد تراجع سعيد أن أجل أن أجل مجددا مختلفة كانت أدريس ومشاربة كانت تطورة لكن في ذلك فونه سليمان يقولون إنهم يكونوا تطور تحجلون ويجب أن يكون أولاً أنه يستمرون بكثيره في النهاية المحالة تعتقد أنه لم يكن من وضع الموضوع لأنه قد يكون قد يستمرون فعلاً يستمرون إلى نفسك فعلاً ، لم يكن من المسكين ويستمرون المرادة من الضوء الملتخلص ومع ذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 سُبْحَانَطْ لَعْ은ُوا سُبْحَانَ اللَّهُ وَالْحَمُدُّ اللَّهُ nutrientيب داخلت طلب ممتاز شباب بunal مطاعا جاهزه شخص حقاً رب�اضم المترجم للقناة 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 you believe or not, that is how it is and it will never change. Your belief will not make it to change and your disbelief will not make it to change. It is just the same thing. If you accept, you are accepting it for your own benefit. If you reject, you are rejecting it for the consequence that will definitely come back to you. So Allah says إِنَّ إِلَاهَ وَكُمْ لَوَهِدٍ Certainly you are Lord who is worthy of being worshipped. لَوَهِدٍ is only one. You cannot find one or two or three gods worthy of being worshipped. Rather it is only one Allah whom if you declare the word of testimony you say أَشْهَدُ أَلَّا إِلَاهَ إِلَّا إِلَّا I bear witness that none is worthy of being worshipped except Allah subhanahu wa ta'ala even if you are a disbeliever you have become a Muslim. Sincerely in your heart. And with this word if you believe in it you are automatically an image of paradise Allah will make paradise to be your abode verses of the Quran confirm that a hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم confirm that in one of them the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said that من قال لا إله إلا الله دخل الجنة whosoever says لا إله إلا الله he utters لا إله إلا الله he believes in his content دخل الجنة he has entered paradise so that's why the sincerity of the belief of the companions of the Prophet صلى الله عليه وسلم made it easy for them at the point of death to recite لا إله إلا الله and that used to be their last utterance on this earth and the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم confirmed that whosoever happens to be his last watch on this earth to be لا إله إلا الله دخل الجنة he enters paradise so also despite all the tribulation all the problems and hardship this time around and confusion still some sincere servants of Allah the Most High do make utterance with لا إله إلا الله at their point of death may Allah the Most High make us among those who will utter the word of testimony at their point of death so Allah subhanahu wa ta'ala confirmed that he is the only one worthy of being worshipped رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقَ وَمَا بَيْنَهُمْ قُوا أَا سَمَةَ وِلَا مَتَ مَتَ مَجَلِهِ يَا فَمَنُّ تَمَالَ extraterrestre مَنَهُمْ مَنَهُمْ فَمَنَانِ حیلًا مَاشِ مَتْفُوْ وَا مَتْو مَتْوكَرًا وَمَتْوكَرًا نحنَذَ وَمَاتِ ما سيئت الحالذ السابق لدى انظري فهم نحن ندخل تباً بلخبار الرائع المحضورة مسادي بتواني شؤال الله شكرا ترجمة نانسي قنقر 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 أنه يمتلكون الأسفل للهوية الشهر من تلك المقبلة في هذا المعرفة على المقبلة انتظارنا لم يكن أقوم بالكتابعة أو أنت أقول أننا أننا ستحدث إنه إذن أننا لدينا المقبلة إلى المقبلة الأحيانة الأمور أنت نقضي إلى هذا الموقف وإنه مكان هنا ولمشارك فيه so the being that suspended this mighty canopy without shaking, without falling on top of a human being is the only one worthy of being worshipped see the earth also how Allah SWT spread it you continue traveling either by road or by air or by whatever you are still on top of either on the earth or on top of water who does that? no one except Allah SWT and if you doubt that there is any other person who did it then it is for you to prove it say it is social scientist or it is whoever and then you prove yourself before whoever is listening to you after this moment nobody has disputed this fact Wama Bainahuma he is the one who controls what is in between all the countries the human beings who live on top of the earth and the trees the oceans and everything it is Allah SWT who is their Lord and the point of sun rises points it is not only one point that the sun rises but it rises from the east who controls those points it is Allah SWT that controls them and if it happens to be a human being who controls it due to disobedience and lack of loyalty from some human beings one day it will stop the sun from rising and it will be a catastrophe for all the human beings if the owner of the sun stop it from rising then automatically that will be the day of kiyama but Allah SWT out of his mercy he created that sun he makes it as a point of duty to rise from the east and set west in order to bring benefit to us and to keep us alive on this earth without it life will never be easy life will never be possible at all on the earth so this is enough to convince whoever is arguing or is doubting the oneness of Allah SWT to believe that inna ilaha kum lawahid certainly your lord who is worthy or being worshipped lawahidin is definitely only one may Allah the most high increase us in iman this is the point we are going to stop inshallah we continue tomorrow assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh we are going to stop AM for which run so anasanyone to Syria Africa TV 3 in Sudan anasanyawa WSAL TV anasanyawa NTA Channel 5 anasanyawa Vision FM Vision FM yena zua shimakalfi shataya zua shabiu narana kumahari nzu na wapropa ndehari nzu yeto wakita weneen senyawa wanishiri da aki chimadosa ramadhan shimakalfi vision FM ndabi saling kalfi biu zua kalfi biu da darabi to inajangharma akwai AIT wende kwa musamu loka chimba nda woside gira jan TV allah yasaka masada alkhairi allah tabaraka wa taala allah for those who want to follow this tafsir on either tv or radio they can tune to manara tv 2pm daily inshallah then sunnah tv 10 to 11am dstb channel 351 time is 11am daily start times and 142414 11am other tv sessions like africa tv it also it is being aired on that and we sell tv also then on nta abuja channel 5 ambition fm radio radio in this in abuja it comes also 11am so also that is it also runs in africa and all in ait africa independent television and other private television stations all this courtesy of a nawarais meal by alhaji abduraman buhari may allah subhanu wa ta'ala increase him in iman purify his sources and all of us increase us in sustenance and accept our righteous deeds allah ta'ala ya karabu abuja eksyakala kesakala شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر 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 تخسط أشكوً لنهي صغيراً يمكن أن يكون هذا الشيء يمكن أن يكون هذا الشيء يحسين نحن نعيش والتي أشياء نحن نعيشي أشخاصنا نحن نعيش حان أن يكون في كريًا أنها شبابة بدوننا هل يمكنك أن يكون دواذهات سيديك؟ ولكن أنت أتمنى ترغبًا على أن نفسه من توقفين لأن الناس يتوقفين نفسه وهذا المساطة جميع يمكن أن يكون التوقفين ليس unde أمسكت لأنه يجب أن يتظل الناس وليس يجب أن يتظهل لأنه لا يكون هذا المسائل يرى الناس و يرى الناس يجب أن يتظهل الناس واضح يحضر لدوك ويرى المرأة لقد أمسكت المترجم للقناة الله يسعب لك المترجمات في القرآن تقلق 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 توقيت في هذا السبب الوقت التقلق تقلق 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 ايجابه هذا نفسه يقام على مدتس ايضا على حق مدتس فعامية عثم لم يكن من المدتس ايضا لكن في الارض علمين او شعر مما يقوم بالتحارة فهي تقوم في حق مدتس ايضا لم يكن على مدأ الخارج لأنه من المدتس ايضا التي يمكنك الamوض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة